هذا وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تثمن عاليا جهود العلماء والباحثين والمطورين في شتى المجالات وتوليهم كل الاهتمام والدعم تقديرا لإسهامهم في دفع مأسيرة التنمية وتحقيق رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره جاء ذلك لدى استقبال سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وفدى هيئة كهرباء ومياه دبي حيث ضم عددان من الخبراء والباحثين والكفاءات الوطنية العاملة في بركز البحوث والتطوير التابع للهيئة ضمن مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية والمساهمين في تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن تقديره لجهود الكوادر البحثية والكفاءات الوطنية ودورهم الراسخ ودورهم في ترسيخ الريادة الإماراتية في صنع مستقبل واعد للطاقة المستدامة وتأكيد نموذج دبي الملهم في توظيف المعرفة لابتكار حلول مستدامة تلبي احتياجات التنمية الحالية وتضمن مستقبلا آمنا للأجيال المقبلة وأثنى سموه على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي وما تقدمه من مبادرات ومشاريع تتواكب مع توجهات الدولة نحو تبني خيارات الطاقة النظيفة والمتجددة وزيادة الاعتماد عليها داعيا باحثي الهيئة إلى مضاعفة الأعمال على تقديم الأفكار والحلول التي تدعم طموحات دولة الإمارات في مجال الطاقة وترسيخ ريادتها العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة